تشرين المقبل واحد من الأشهر التي ستكون ساخنة سياسيا وشعبيا فإلى جانب اختراب موعد الاتخابات البرلمانية المقبلة تستعد قوى وتنسيقيات احتجاجية لإحياء الذكرى الثانية من انتفاضة تشرين نشطاء بارزون يتحدثون عن إمكانية عودة الاحتجاجات إلى ساحات التظاهرات بالرغم من مرور عامين على الانتفاضة لكن المطالب المحتجين لم تتحقق حتى اللحظة وكذلك بالرغم من سقوط المصابين ومئات الجرح والقتل خلال التظاهرات إلى جنب إمكانية العودة للتظاهرات والحديث عن ذلك الملف تخشى العديد من القوى السياسية المشاركة في الاتخابات من أن تؤثر على تعكير أجواء دعايات الانتخابية وكذلك ارتفاع نسبة العزوف عن الانتخابات وكذلك قلت الثقة بين الناخب وبين صناديق الاقتراع فهل سيتعذ السياسيون من أن نقمة الشعب المقبلة ستكون وبالا عليهم؟ ترجمة نانسي قنقر